والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحي إليه قل هل يستوي الأعمير البصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ما عليك من حساب إن من شيء إرما من حسابك عليهم من شيء إن فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضا ببعض ليقولوا أها أولئي من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جئك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم كتب سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما أندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين قل له أن عندي ما تستعجلون به لقضيا أمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إن لا يعلمها ولا حبة في ظلمات أرض ولا رطب ولا يامس إلا في كتاب ممين وهو الذي يتوفيكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبعكم بما كنتم تعملون وهو القير فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جئ أحدكم الموت توفيه رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوه إلى الله موليه الحق أدا له الحق وهو أسرع الحاسبين صدق الله العظيم